أكد وزير الخارجية سامح شكري خطورة ما يشهده العالم من أحداث في مقدمتها الجراؤم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة وخلال كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان الدولي في جينيف أدان شكري الانتهاكات الإسرائيلية للقانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان محذرا من خطورة القيام بأية عملية عسكرية في مدينة رافح الفلسطينية تنعقد الدورة الحالية في وقت يشهد فيه العالم أبشع الجرائم والانتهاكات التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني بسبب الحرب المستمرة على خطاع غزة وما تشهده الضفة الغربية بما في ذلك الخدشة الشرقية من استيطان وهدم للمباني وإقدم حامات عسكرية وغير ذلك من الانتهاكات التي رصدتها تقارير وبيانات أممية وتدين مصر بأشد العبارات كافة الانتهاكات للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني الشقيق واستخدام سلاح التجويع والحصار والتهجير القصري لتصفية القضية الفلسطينية وتشدد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار والامتناع عن القيام بأي عمل عسكري إسرائيلي في مدينة رفح الفلسطينية المنازل الأخير لأخثر من واحد وأربعة من عشر مليون نازح فلسطيني ونحذر من أي عمل عسكري في هذه الظروف لما له من عواقب كارثية تهدد أسس السلام في المنطقة